بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النزاع بين كوريا الشمالية وأمريكا يدفع كوريا الشمالية على لسان كيم جونج أون الذي تعهد ببناء جيش لا يقهر لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية لمتابعة آخر التطورات في العلاقات الكورية الأمريكية أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد نقلت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية عن كيم جونج أون القول أن تطوير الأسلحة في بلاده للدفاع عن النفس وليس لبدء الحرب كلام عاقل من إنسان يوصف بأنه مجنون وأدلى كيم بتلك التصريحات بينما كان محاطا بتشكيلة من صواريخ ضخمة خلال عرض عسكري دفاعي نادر يعني انظروا إلى هذه الترسانة الهائلة والتي تحيط برئيس كوريا الشمالية والذي يقول بأن هذه الترسانة الهائلة من أجل الدفاع لا شك أننا نعلم تماما أن كيم يتعرض لحملات تشويه أمريكية هائلة ولكن رأينا منه ديكتاتورا غريب الأطوار يوصف بالجنون في كثير من الحالات ولا شك أنه بعقلياته وأدائه قد أفزع الجانب الأمريكي الذي أراد أن يبسط نفوذه على كل الأرض ولكن كوريا الشمالية كانت أحد المناطق العصية على هذا التطويع وأدلا كيم بتلك التصريحات بينما كان محاطا بتشكيلة من صواريخ ضخمة خلال عرض عسكري دفاعي نادر طبعا نحن نعلم أننا نعيش في عالم لا يحترم إلا الأقوياء وفي عالم لا يعرف للضعفاء حق لذلك نجد أن كوريا الشمالية بقدراتها العسكرية تجعل لنفسها رقم في هذا الكوكب واختبرت بيون جانج مؤخرا ما تقول أنها صواريخ جديدة خارقة للصوت ومضادة للطائرات الحربية وفي الجنوب الكوري اختبرت سول إطلاق صواريخ من غواصات وألقى الزعيم الكوري الشمالي خطابا في معرض الدفاع عن النفس في 2021 الذي تنظمه بيون جانج وشهد عرض تشكيل من المعدات الحربية تضمنت دبابات وتعليقا على التعزيز العسكري في كوريا الجنوبية قال كيم إن بلاده لا تريد أن تحارب جارتها وأضاف كيم لا نفكر في شن حرب على أحد إنما نريد أن نمنع نشوب الحرب وأن نعزز ما لدينا من سلاح رادع من أجل حماية السيادة الوطنية واتهم كيم الولايات المتحدة بتأجيج التوتر بين الكوريتين الشمالية والجنوبية وقال كيم إنه لم يكن هناك أساس من السلوكيات يثني كوريا الشمالية عن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ليست عدائية طبعا هذا الكلام بعد اللقاء الشهير اللي جمع كيم مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي ظن البعض أن هذه الزيارة ربما تقوم بتخفيف الاحتقان بين الجانبين وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن مرارا عن رغبتها في إجراء محادثات مع بيون جانج لكنها طالبت الأخيرة بالتوقف عن تطوير أسلحة نووية قبل تخفيف عقوبات مفروضة عليها لكن كوريا الشمالية ترفض حتى الآن طبعا أمر غريب لما تريد أمريكا والتي تبسط نفوذها على الأرض وتقوم بارتكاب المجازر والحروب هنا وهناك وتريد أن تحتكر السلاح النووي لكي تستخدمه هي ومن تريد وبالأخص الكيان الصهيوني بينما تريد أن تمنع ذلك عن العالم كله وخاصة العالم الإسلامي وحضرت الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار صواريخ باليستية وأسلحة نووية لكن بيون جانج دأبت على تحدي هذا الحضر الأممي ونتيجة لذلك تواجه عقوبات شديدة صواريخ كوريا الشمالية المدى التقريبي بالكيلومترات يعني حنشوف مع حضراتكم هذه التشكيلة هذا النوع من الصواريخ يبلغ مدى 1300 كيلومتر أما هذا الصاروخ اللي هو موسدان 3500 كيلومتر نذهب إلى الأعلى يعني في المسافة اللي هو يسمى هوسونج 12 ويبلغ 4500 كيلومتر أما هوسونج 14 فيبلغ 8000 كيلومتر أما هوسونج 15 فيبلغ 13000 كيلومتر ثم نجد هذا الصاروخ كئن 14 وكئن 8 أحدهما يبلغ 10000 كيلومتر والثاني 11500 وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي أن كوريا الشمالية فيما يبدو قد أعادت تشغيل مفاعل لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في تطوير أسلحة نووية في خطوة مثيرة للقلق العميق وتصر بيونج يانج على القول أنها في حاجة إلى تطوير أسلحتها لأغراض ضفاعية ويرى مراقبون أن نظام كيم جونج أون دأب على القيام بتلك التحركات لإنعاش البلد الذي يعاني بشدة اقتصاديا لا سيما بعد أن أغلقت السلطات الحدود في محاولة الوقف تفشي وباء كورونا وأدى ذلك الإغلاق الحدودي إلى وقف تدفق إمدادات حيوية تشمل الغذاء والوقود من الصين حليف كوريا الشمالية الرئيسي على الصعيدين السياسي والاقتصادي وعلى غير عادته ارتدى كيم صندلا أي حذاء وجوارب مع بذلة رسمية داكنة أثناء وجوده في المعرض العسكري مما جدد تكهنات خارج كوريا الشمالية بأن هذا التغيير في الملبس قد يكون مرتبطا بحالة كيم الصحية ويعتقد مراقبون أن الزعيم الكوري الشمالي يعاني مشكلات صحية تتعلق بوزنه بما في ذلك مرض النقرس الذي يمكن أن يتسبب بدوره في تورم القدم وقد شهد كيم يعاني صعوبات في المشي مؤخرا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كولين زوريكو وهو محلل لأخبار كوريا الشمالية من سول لقد فقد كيم قدرا ملحوظا من وزنه في وقت قصير في مايو أيار وفي سبتمبر أيلول شهد كيم وقفا على بسط مبطنة أثناء إلقاء خطابات طويلة على غير المعهود الميزان العسكري بين الكوريتين كوريا الجنوبية العدد الكل للقوات الفعالة حوالي نص مليون تقريبا أو ستمائة ألف مقاتل بينما كوريا الشمالية كما نشاهد يبلغ مليون ومتين وتمانين ألف مقاتل الجيش زي ما احنا شايفين هنا ربعمئة ألف وشوية هنا مليون ومئة ألف كما نشاهد هنا البحرية سبعين ألف هنا ستين ألف خمسة وستين ألف مية وعشر ألف القوات الإحتياط النظامية للقوات الشبهة عسكرية الفرق بين الدولتين إضافة إلى عدد الدبابات كوريا الجنوبية حوالي ألفين ومتين دبابة هنا تلت تلاف وخمسمائة دبابة الطائرات تقريبا متقاربة في العدد الغواصات كوريا الشمالية بتتفوق بشكل هائل قطع المدفعية أيضا 31 ألف مقابل 12 ألف وترى لورا بيكر في سول أن الزعيم الكوري الشمالي لم يكتفي هذه المرة بالحديث عن قدراته العسكرية الجديدة بل جعلنا نشاهدها وكان ذلك معادلا للعرض العسكري فلم نشهد مثل هذا النوع من المعارض الدفاعية منذ قدوم كيم إلى السلطة وبينما كان كيم محاطا بصواريخ باليستية عابرة للقرات وبصور يرتدي فيها بزة عسكرية قال للمجتمعين من حوله إنه يشعر بفخر لا حدود لها وترى بيكر أن هذه هي الطريقة التي يرد بها كيم على منتقد برنامجه الخاص بالتسلح وإخبارهم بأنهم منافقون ويطبقون معايير مزدوجة مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية تعزز ترسانتها من الأسلحة الدفاعية وأن من حق بلاده في المقابل أن تفعل أشيء نفسه وتعاهد كيم ببناء قوة لا تقهر فهل يستطيع الزعيم الكوري الشمالي الوفاء بتعهده في ظل ما تعانيه بلاده من أزمة اقتصادية حادة بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا التعهد من رئيس كوريا الشمالية بأن يجهز جيشا لا يقهر لمواجهة السياسات الأمريكية العدائية أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته